بسم الله الرحمن الرحيم الماء الأرض الشمس مطهرات حسب اختلافها والاستحار وهي تحول الشيء إلى شيء آخر لا في مجرد الاسم والصورة النوعية وإنما فعلا هذا الشيء ذهب وجاء شيء جديد عندما عندما تتحول النطفة النطفة التي هي نجسة إلى علقة دم الدم غير النطفة شيء ثاني وأيضاً نجس هذه النطفة هذه العلقة تحولت مضغة لحم هذا اللحم شيء ثاني غير العلقة ثم أضام وكسية العلقة وكسية العظام لحمة وصار إنسان هذا الإنسان أساساً كان نطفة أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة فهذا تحول تحول لا واحد يقول مثلاً شلون الإنسان طاهر مو أصل نطفة إيه أصل نطفة أو علقة لكن استحال هذا الشيء استحال الآن صار شيء ثاني فهذا الشيء الثاني طاهر هذا الإنسان طاهر الميتة تتحول تراباً ممكن فرضوا مثلاً حيوانات قبل مدة قبل أربع خمس سنين أكثر قالوا كذا قولتهم أنه فلو انزى الطيور وشانوا كاتبين أنه قتلوا عشرات الآلاف من الدجاج من غيرها ودفنوها وزه هذه كلها ميتة قتلوها دفنوها فرضنا اليوم فتحوها المكان شافوا كل تراب تحولت هذه الميتات إلى تراب هذا التراب طاهر طاهر مع أنه كان حيواناً ميتا تحول استحال وهكذا أي شيء كان في وضع ثم تحول صار شيئاً آخر حقيقةً صار شيء ثاني ما لربط بالشيء الأول هذا من المطهرات عظام ماذا العظام هي أساساً تعتبر طاهرة من الميتة العظم السن القرن أكو أمور في الميتة تعتبر طاهرة نعم شلون لا إلا هذه الأجزاء اللي قلناها إلا إذا كانت أجزاء لنجس العين الكلب والخنزير أجل لكم الله نجسان بكل أجزائهما حتى شعرهما نجس أيضاً ليس مجرد الاختلاط وتغير الأوصاف أو وتغير الأوصاف بحد ذاته استحالة يعني ممكن الشيء تتغير أوصافه نجيب مثلاً قمح طحين حطه عليه ماي متنجس تنجس بعدين صبوا عليه سكر أو أصباغ وفوروه صار حلاوة واحد يقول هذي طاهرة الحلاوة لا نجس يقول هذا الطحين راح الحين اسمها حلاوة بعد ما يسموها طحين إيه حلاوة طحين هو نفس الطحين صارت في إضافات أوصاق معينة وإلا هو هو ما تحول إلى شيء ثاني ومن هنا يمكن أن يقال أن الجلي ما يسمى بالجلي هذا اللي يؤكل هذا أساساً مأخوذ من الجيلاتين الجيلاتين قسم منه نباتي ما في إشكال وقسم منه حيواني الحيواني إذا كان مأخوذ من حيوان مذكى أيضاً ما في إشكال لو عندنا مثلاً أبقار أغنام ذبحات وأخذوا عظامها لحومها فوروها غلوها وأخذوا منها الجيلاتين الجيلاتين شغلة اللي حتى واحد بالبيت يقدر يلاحظها لو تشترون مثلاً لحم وتفوروه تفوروه تغلوه بعدين حطوه بالثلاجة يبرد يجمد تصير طبقة هلامية فوق الماء اللي يسموه جيلاتين كل اللحوم فيها هذه المادة العظام يمكن فيها أكثر فإذا أخذت هذه المادة من حيوان مذكة ما فيها إشكال ولهذا لو تجي يجي الجيلاتين من بلاد مسلمة يجيبون أحياناً من تونس أقول علب كانوا يجيبوها مكتوب عليها تونس أو من تركيا مثلاً بلاد مسلمة نقول إن شاء الله الحيوانات اللي أخذوا منها هذا الجيلاتين إن شاء الله مذكات لأن هذه بلاد مسلمة هو نفس اللحم لو يجي من ديش البلاد نعتبره مذكة فالجيلاتين اللي يجي منهم أيضاً نعتبره مذكة أما إذا جاء من بلاد كافرة لنفترض الحين ندري هذا الجيلاتين أخذ من لحوم كذا حيوانات غير مذكات فنعتبر هم يجيبوه على شكل بودر على شكل بودر محطوط بعلب نعتبر هذا نجس لأنه مأخوذ من حيوانات غير مذكات لو فرضنا ندري غير مذكات زين هذا يجيبوه بشكل بودر الناس خلال ما تأكل بهالشكل يجون يحطون عليه ماي وكذا وهم حاطين بألوان يطلع في شيء لطيف جلي أحمر وأصفر وأزرق ورجراج هو رجراج بطبعه شيء يترجرج والذيذهم حلو حاطين فيه سكر زين هذا صار طاهر يعني لما أخذوه أو بخروه راح الماء اللي فيه وتحول إلى بودر وحطوه بسكر وألوان وكذا هذا كله لا يزيد ولا ينقص أكو شيء نجس صاروا يلعبون فيه يحطوه لإضافات ما تغير شيء هذا كله يكون نجس ولهذا إذا جيلاتين جاي من بلاد كفور في مشكلة يعني إلا إذا واحد يقول ما أدري يمكن مذكات الحيوانات راح ندخل بباب ما أدري على فرض أنه واحد يقول لا أنا مطمئن هذه الحيوانات اللي طلعوا منها هالكمية من الجيلاتين قطعا فيها البعض غير مذكة أموما إذا علم فهذا اللي أريد أقوله أنه مجرد الإضافات والاختلاط هذا ما يسوي شيء ما يغير من واقع الحال وإنما الاستحالة هي التحول تحول الشيء إلى شيء آخر خلص شيء آخر ذول مقسم من بني إسرائيل الله عز وجل حولهم إلى قردة وخنازير جل فرضنا هذا كافر نجس تحول إلى قرد أجل لكم الله القرد طاهر هو من كان آدمي كان نجس لما تحول إلى قرد صار طاهر لأن القردة ليست نجسة مثلا فالتحول التحول التحول الحقيقي هذا الذي يجعل الشيء طاهر هذا من أمثلة هذا خوش مثال الدم لما يطلع من الإنسان هناك عملية تجري عملية كيميائية يذكروها بالمدارس هم يدرسوها صفحة كاملة يحطون في المراحل اللي مر فيها هذا الدم فوق الجرح إلى أن يتحول إلى جلد يتحول إلى جلد تحولات تصير في المراحل الأول هو دم دم أحمر يابس نجس بمرور الأيام صار أسود ما كفايدة بعده دم أسود بمرور الأيام والليالي يتحول إلى جلد جلد واحد من المسكة لما يصب عليه ماء ويغسله ما يروح يحط عليه خرقة بيضاء ما رح يتغير لون الخرقة متحول إلى جلد خلص صار طاهر إذا تحول إلى جلد صار طاهرة هذه من أمثلة الاستحالة هناك شيء آخر اسمه الانقلاب الانقلاب أحد أقسام الاستحالة لكن لا مثلها تماما الاستحالة تحول الحقيقة النوعية للشيء قلنا مثل الكلب يتحول إلى ملح الميتة تصير تراب الانقلاب مختص بالخمر إذا تحول خلى وقد يضاف إليه عصير العنب إذا غلى بناء على تنجسه بالغليان بناء لكن الفتوى على عدم نجاسته بالغليان الخمر إذا انقلب خلى وربما كل الخلول القديمة الخل يمكن يجمع على خلول الخل اللي كانوا سابقا يسووه قبل ما تطلع الخلول الكيميائية لليوم يسووها يبيعوها بالأسواق عادة هذا ممسوي بالطريقة التقليدية القديمة الطريقة القديمة يجيبون تمر أو خلال مثلا يحطوه بالبستوقة ويصبون عليه ماء وملح وفرضو يسدوها ويقولون هاي كلمة كانت شائعة أنت كثير منهم وأنا سامعها من بعض القدماء يقول هذا أربعين يوم ترى حرام تشربه عقب أربعين يوم يصير حلال ولو تسأله ليش أربعين يوم حرام هو هم يمكن ما يدري يعني بعضهم بعضهم ما يدري ليش سامع سامع من اللي قبله والقبله سامع ممن قبله ترى دير بالك هذا أربعين يوم حرام وعدل يعني ممكن حين مو إلا أربعين يعني تسعة وثلاثين مثلا تغير الوضع هو يريد يقول أنه هذا رح يتحول إلى خمر يعني يمر بمرحلة خمرية رح يتخمر مو خمر بهالمعنى اللي ينباع بالأسواق وتندفع عليه أموال يصير فيه شيء من الإسكار ثم بعدين يتحول إلى خل يصير خل فكان ربما أكثر الخل القديم اللي لم يكن كله يمر في مرحلة مسبقة بالخمرية بعدين يصير خل لما صار خلا صار طاهرة شيء يعبرون عن هذا الوضع يعبرون عنه بالانقلاب انقلاب الخمر خلا زين شنو فرق الانقلاب عن الاستحالة الفرق الفرق ان الاستحالة تحول الشيء الى شيء اخر واقعا حقيقة صار شيء ثاني الخمر لما يتحول الى خل حقيقة ما تحول دقي عرف عرفة تحول ولا هذا وفرضوها الخمر الى امس كان خمر اليوم صار خل هو نفس السائل ونفس اللون ونفس الطعام حامض مثلا كذا بس امس كان مسكر اليوم زال اسكاره ففي حقيقته الاصلية ما تغيرت وانما اللي تغير حقيقته العرفية عرفا صار شيء ثاني في واقعه اكو سائل احمر مثلا حامض مسكر كنا نسميه خمرة اليوم نفس هذا السائل الاحمر المسك اللي الحامض اللي كان امس مسكرا اليوم صار مو مسكر نسميه خل زال اسكاره تحول الى خل يعبر عنه بالانقلاب الاستحال تحول الحقيقة النوعية الانقلاب تحول الشيء الى شيء اخر عرفا مع بقاء حقيقته النوعية على وضعها بس صار لأسم ثاني صار اسمه خل بالمناسبة هذه يمكن مرات قايليها وانعيدها الخل ممدوح ممدوح في الروايات او زين ما ما افقر او ما افقر بيت ممدوح ممدوح وممدوح ممدوح ممدوح الخل الخل الخمر اذا انقلب خلا هذا الخل حلال وطاهر من المطهرات الانقلاب حين كم واحد صار عندنا الماء الارض الشمس الاستحالة الانقلاب بعد من المطهرات الاسلام فانه مطهر للكافر اي كافر حكمنا بنجاسته لانه ليش نقول اي كافر حكمنا بنجاسته اكو كلام في بعض اقسام الكفار الكافر منه هو كل من لم يقر بالتوحيد والنبوة والمعاد هذا كافر هالثلاثة طبعا لما يقر بالامامة ويقر بال عدل هذا صار مؤمن صار موالي اما الثلاثة الاول حتى يدخل في الاسلام يصير مسلم يقر بالتوحيد والنبوة والمعاد حتى يصير موالي حتى يصير شيعي يقر بالعدل الالهي ويقر بالامامة الحين كل من لم يقر بهذه الامور يعتبر كافر سواء كان ملحد نعوذ بالله ينكر وجود الله سبحانه او يقر بوجود الله جل وعلا لكن يشرك معه غيره كمشرك العرب في الجاهلية اللي كانوا يعبدون الاصنام ومشرك الاغريق اللي كانوا يقولون بتعدد الالهة اله الحرب اله السلام اله البر اله البحر وهكذا وكان هناك من يقول بأنه اكو اله خير اله شر اله الخير يسمو يزدان اله الشر يسمو اهرمن وهكذا هذا كله شرك الحين ممكن واحد يقر بالله سبحانه ويوحده عز وجل لكن ينكر النبوات ينقل ينقل تاريخيين انه كان هناك اناس يقرون بالله عز وجل وبوحدانيته لكن يقولون ماكو انبياء مافي بشر اجوا من قبل الله عز وجل ينكرون النبوات هالمرة في ناس يقرون بالله تعالى يقرون بالنبوات لكن يقفون قبل ان يصلوا الى نبينا صلى الله عليه وآله اليهود وقفوا على موسى عليه السلام انكروا نبوة عيسى عليه السلام ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله النصارى اتقدموا درجة اقروا بنبوة موسى وبنبوة عيسى عليهما السلام وانكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله هذا كله يدخل ضمن الكفر زي الحين هناك رأي هناك رأي لعدة من الفقهاء ان اليهود والنصارى مع انهم كفار بما انهم كتابيون قسم من علمائنا يقولون بطهارتهم وممن يقول بذلك اليوم السيد السيستاني وآخرون من فقهائنا يرون ان الكتابي طاهر لكن غيره ليس كذلك او قد يكون شخص يقر بالشهادتين يقول انا مسلم لكن ينكر بعض ضروريات الدين ينكر الصلاة الصيام يقول شنو الصلاة مون بس ما يصلي في ناس كثيرين ما يصلون لما تسألو الصلاة واجبة يقول ايه واجبة بس شا سوي انا الشيطان غالبني وان شاء الله يدعي لي الله يهديني مثلا ليش ما تصوم والله شا سوي مش غول ومن هالحاجي في كثير من الناس لو ما يصلي لو ما يصوم لو ما يحج اللي يرتكبون الذنوب بكثرة بكثرة حتى المحرمات هذا يستغيب وذاك يشذب وبنفس الوقت يصلي ويصوم الى اخره لكن اذا صار ينكر ينكر يقول الصلاة شنو الصيام شنو شرب الخمر من يقول حرام يشكك في ضروريات الدين هذا ايضا دخل في الكفر ضمن ضوابط ضمن شروط معينة محل الكلام الكافر النجس اذا قلنا كل الكفار انجاس كما هو الرأي المشهور عند فقهائنا ان كل كافر نجس وهناك رأي عند عدة من الفقهاء ان اهل الكتاب ليسوا انجاس الكافر النجس اذا اسلم صار طاهرة الاسلام من المطهرات زين شي طهر الاسلام يطهر جسمه من شنو يطهر من النجاسة الذاتية كان ذاتا نجسا صار طاهر شنو يعني من النجاسة الذاتية يعني من النجاسة العرضية ما يطهر وفرضه هو هذا الكافر كان مجروح قبل ما يصير مسلم واكو دم على جسمه صار مسلم هل يقول والله جسمه صار طاهر بعد ما دام اسلم لا هو المسلم اذا صار عليه دم جسمه يتنجس فهذا الدم لازم يزيله هو هذا الكافر كان يتبول يتغوط كذا والبول قد يصيب رجله الى اخره ما يطهره عنده من نجس الحين صار مسلم هذا المسيح صار مسلم نقول له خش انت صار طاهر يقوله هذا البول اللي صار على رجله هذا البول نجس روح اغسل رجلك اغسلها من النجاسة العارضة النجاسة الذاتية تزول اما النجاسة العارضة فهي باقية لازم يروح يطهر نفسه منها زين هذا هو لما يسلم يصير طاهر اذا الاسلام من المطهرات الحين هذا من شان كافر عنده طفل افرضه بالقماط نايم هذا هم نجس هذا ابنه بعد ابنه الابو كافر وهذا ابنه الابو اسلم هذا شي يصير هذا هم يصير طاهر هذا ما عنده خبر اش قاعد يجري بالقماط بالمهد او قاعد يلعب بالشارع عمره اربع خمس سنين ابوه كافر وامه كافرة فهو نجس ابنهم الان ابو اسلم هو يصير طاهر شي يسموها هذه الطهارة يسموها بالتبعية احد المطهرات التبعية وهذه لها كلام اخر يأتينا غدا ان شاء الله اشتركوا في القناة